انطلقت فعليات التدريب المصري الأردني المشترك العقب 7 والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية وتستمر فعلياته حتى 9 من نوفمبر المقبل بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر يشارك في تدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية حيث تضمنت المرحلة الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين